أهلاً فيكم حبايبي برج الجديد سنرى ما هي توقعاتك العاطفية ومن وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة دائماً ستكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعمل مع برج الجديد ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بحكيها تاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً مثل دائماً القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن أنت أخذ من الفيديو أو من القراءة الشي اللي بتحس أنه بيفيدك أو بينطبق عليك ما تحاول تخلي قراءة تنطبق عليك عم شوفك أنت بدك علاقة أو بالمستقبل تطمح بعلاقة أنه تكون هارمونيوس أو أنه تكون متناغمة ومتوازنة أم شوفك بالمستقبل تبحث عن التوازن وأغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني أو توازن بحالك أنت أيضاً واحدة من الأسباب بطاقتك في المستقبل أنه عندك Five of Swords Five of Swords أنت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك يعني أنت شخص عنيد جداً بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب أنك تخسر ناس في الطريق أو تخسر علاقة أو تخسر حبيب عم شوفك برغم أنك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم أنك بدك بداية جديدة معها شخص لأنه العامل المشترك بينكم هون فيه بدايات فأنت بدك بداية ولكن بدايتك فيها حكي فيها صراحة أكتر هو بده بداية عاطفية أكتر فهمجوف أنه أنت بالمستقبل ما بدك تتنازل أم تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الأسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم أو تأخر بالتواصل بينكم أنه أنت عم تنظر للأمور من منظور واحد من منظورك أنت بدك الأمور تمشي مثل ما أنت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عيناد لأنه بدك توصل إلى النقطة اللي أنت بدك ياها أو بدك الشخص يعني بدك ياه يكون مرن أكتر بحيث أنه يمشي مع اللي أنت بدك ياه أو اللي أنت بتتوافق معه طيب بدنا نشوف هالشخص لأنه هو مبين أنه منطوي على حاله بهالفترة ولكن الرابطة الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك أيضا بطريقة جسدية بطريقة شغوفة كتير فبندنا نشوف هالشخص هل رح ياخذ خطوة بالتقدم تجاهك؟ هل بده يحكي معك؟ شو رح يصير بعد فترة السكون هاي فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدمه له إليك لأنه في عندك هالفارس على الخيل أو على الإحصان متجاه إلى مطرح متجاه إلى مطرحتك ورقة تقدم هاي وأيضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون أو ممكن الحكي بينكم يكون أو هالشخص يتقرب منك بطريقة أصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية هم شوف إنه هو بده يخليها عفوية أكتر بالبداية أو كبداية بده إياها تكون عفوية أكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدا تنتهي إلى ارتباط أو تنتهي إلى حتى هالشخص ممكن يعترف لك لحقيقة مشاعره أو مدى عمق مشاعره إنت ممكن أصلاً ما تتوقع أو ما تفهم أو ما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص تجاهك بالنسبة لـ The Lovers The Lovers بتحكي عن soulmate وأيضاً بتحكي عن اتخاذ قرار فبدنا نشوف لأنه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدوا انتم كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف إذا الأوراق رح تكون متناغمة مع بعض أو رح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف إذا رح توصلوا لنفس الاستنتاج أو رح تكونوا في مطرحين مختلفين فكرياً عقلياً فبدايات جديدة رح تكون بدايات جديدة بالحكي رح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك أو ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لأنه هاي فقط ترمز إلى الكميونيكيشن ترمز أيضاً إلى اعترافات فأي إشي كان خبه بينكم رح تحكوا فيه أيضاً The Star Wish رح تشاركوا لبعض أو رح تحكوا لبعض عن آمالكم بها العلاقة أو يعني العلاقة بينكم رح تنتهي بانتصار أو التواصل بينكم رح ينتهي بانتصار لأنه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلأ إلى أنه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها أيضاً وشف فلمنت أمنية تتحقق فأوراق كتير منيحة بصراحة نبين أنه في حدا بي حياتك حالياً يا برج الجديد عم يطالب باهتمام أكتر منك Do something for someone بدك تبين مشاعرك أكتر لهالشخص لأنه عم حسك أو عم شوف أنك منغلق أو منطوي على حالك يبتير وممكن عم تتعامل مع الوضع أو مع الشخص يعني بأسلوب صارم أو بأسلوب شديد في أيضاً عندك 5 of actions 5 of thoughts فعم بتحس بي خسارة من خسارة علاقة أو عم تحس بي خيبة أمل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بتحس بي disappointment أو بتحس بي خيبة أمل ممكن من تصرفات هالشخص أو ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحالياً كروت النصيحة بدها إياك تعرف إنه إذا في عندك قرار بدك تاخده أو موقف بدك تتبعه هلأ الوقت المناسب إنك تعخذ قرار سواء كان لأنك تبين له الشخص إنك بتحبه أو بدك توضح له معلومة بدك توضح له إشي معين هلأ هو الوقت المناسب إنك تتخذ هالقرار طيب نبلش بي طاقتك أول يا برج الجديد كتير عم شوفك guarded في عندك كتير منطوية على حالك مش عم تسمح لأي حدا يفوت بحياتك أو بمجالك أو بطاقتك حتى هم شوفك أيضاً كتير معتمد على حالك ومركز كتير على الشغل أو ومركز كتير على الأمور المادية بعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة هم شوفك أنت وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالأصح ولكن أنت عم شوفك بدك صدق أكتر بالعلاقة من اللي عم يقدموا هالشخص بتشوف أنه هالشخص أنت ممكن متقلب الرأي أو كتير بيغير رأيه هالشخص وانت بدك تحكي لهالشخص معلومة أنت كنت مخبيها اعتراف ممكن أو بدك هالشخص يكون معك صريح جداً عم شوفك كتير معتمد على حالك وما عندك أي مشكلة إنه إذا يعني العلاقة ما نجحت أو إشي مثل هيك ما عندك مشكلة إنه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي أو إنك تكون مش في علاقة يعني هم شوف الستاندرد تبعك أو متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد أو الشخص اللي في حياتك حالياً متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك عم يحس إنه مهاجم بشأن إشي معين بالعلاقة عم يحس إنه مهاجم وعم يحس إنه في مطرح بده يدافع عن حاله أيضاً ممكن يكون بتناقض هالشخص بأفكاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي وعروض الحب اللي عم يقدمها لإلك أو مش متل ما أنت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون يعني إشي صغير اللي عم بيقدمها لإلك وأنت عم شوفك بدك إشي أكبر من هيك بدك إشي بالأصح ملموس إشي بالفعل تعتمد عليه أو شيء ممكن تقدر تقيسه هالشيء بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة ممكن تؤدي إلى زعلك أو عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بأنك كتير انتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن أنت شوفك خطواتك فانتهي الوضع إلى أنك يعني تكون أنت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بأنك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لأنه عم تشوف أنه فيه أولويات أو اهتمامات أخرى أهم من هالإشي ممكن يكون الشغل ممكن يكون أي شيء آخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف أو بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص كثير صارم الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها بورج الجديد ممكن تكون أبراج نارية أو أبراج هوائية ممكن أيضا عم تتعامل مع بورج الجوزاء وبالأخص بورج الجوزاء عم توقع طاقتك هون عند هالشخص لأنه هالكرت يتبع بورج الجديد فبالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف أنه كثير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية أو عم بيحس أنه روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من رأسه ولكن في المستقبل لسا العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة لأنه عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية أو في الماضي القريب بينكم كان فيه هالشخص كان بيحكي كتير الكمنيكيشن بينكم كان كتير عالي ولكن فيه المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله أكتر مش عم يحكي بشو هو بيحس أكتر مش عم يحاول يستشفي هالشخص لأنه بيحس أنه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف أو لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوين يعني؟ لكن عم شوفك أنت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف أنه أنت مركز كتير أو عم تحط مجهودك عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الأخرى بصراحة عم شوفك رجل جدي عم بيحس بيخيبة أمل كتير عالية من تطور العلاقة يعني أنت بتحسوا كأنه او بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن ضاعت منكم ممكن تحس أنه هالشخص ضاع منك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر